وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سِيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشَرُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشَرُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا إِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُوقَاتِي وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا إِيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا أما بعد فإن أصدك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار اتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الغاية المنشودة والأمنية المطلوبة التي يسعى المرع في تحصيلها ويفني عمره في طلبها والتي يبحث عنها الصغير والكبير والصحيح والمريب والمسلم والكافر والذكر والأنثى والغني والفقير هي السعادة حيث الأنس والبهجة والسرور وانشراح الصدر وقد صنَّف الناس السعادة على حسب مشاربهم فالفقير يرى أن السعادة في الغناء والمريض يرى أن السعادة في الشفاء والسجين يرى أن السعادة في الحرية وأجملت في قول الشاعر ولستُ أرى السعادة جمع مالٍ ولكن التقيَّ هو السعيد وتقوى الله خير الزاد زُخْرًا وعند الله للأتقى مزيد وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسبابًا عديدة للسعادة يسعد بها المرء في الدنيا والآخرة أولها وأهمها الدخول في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم رواه مسلم طوبى لمن هُدي إلى الإسلام رواه الترمذي فلا سعادة مرجوة إلا بالإسلام فكيف يسعد من لم يتذوق على حلاوة التوحيد ومناجاة رب العالمين بل كيف تزول حيرته وهو لم يؤمن بالله ربًّا وبالإسلام دينا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا والمسلم الحق من وحد الخالق ونبذ عبادة الخلائق فانيها الإيمان بالله إيمانًا كاملًا بالقول والعمل والاعتقاد بإفراده بالربوبية والألوهية وإثبات الأسماء والصفات له على ما جاءت به النصوص قال سبحانه من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيّنه حياةً طيبًا أي حياةً سعيدًا فإذا آمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اتمعن قلبه وطابت نفسه وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء كاركتبه الله له وإن اجتمعوا على أن يضرّوه بشيء لم يضرّوه إلا بشيء كاركتبه الله عليه ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليشيبه وأمر المؤمن كله خير إن أصابته ضرّا شبر فكان خيرًا له وإن أصابته السرّا شكر فكان خيرًا له ثالث أسباب السعادة العمل الصالح ومن أهمها أداء الصلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم وجُعلت قرة عيني في الصلاة رواه الترمذي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال ورواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الفجر يعقِد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَد يضرب على كل عُقْد عليك ليلٌ طويل فارقُد فإن استيقظ وذكر الله تعالى إن حلَّت عُقْد وإذا توبَّأ إن حلَّت عُقْد وإذا صلى إن حلَّت عُقْد عُقُده كلها وأصبح نشيطًا طيبًا نفس وإلا أصبح خبيثًا نفس كسلان متفقٌ عليه فإن المسلم إذا صلى إن شرح قلبه واتمأنت نفسه في الرخاء وزالت عنه الشدة في الضرَّة قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال ابن القيم رحمه الله وللصلاة تأثيرٌ عجيب في دفع شرور الدنيا ولا سيَّم إذا أُعْثِيت حقَّها من التكميل ظاهرًا وباطنًا فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولستُجلبت مصالحهما بمثل الصلاة والسرُّ ذلك أن الصلاة سلةٌ بالله عز وجل وعلى قدر سلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتُقتَعُ عنه من الشرور أسبابها وتفيدُ عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل ومن الأسباب للسعادة ذكر الله تعالى فإنه مفتاح كل هم وجلاء وجلاءٌ لكل هم قال عز وجل ألا بذكر الله تضمئن القلوب وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَبِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وأفضل الذكر تلاوة كلام الله فالقرآن هُدًا وَبَهْجَةٌ وَسُرُورٌ قال التحاويُ رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كلٌ يُؤهَّل الاستشفاء به ومن الأسباب للسعادة البذل والمعروف والجود والإحسان فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه ومن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال ابن قيم رحمه الله في فضل الشدقاء إن لها تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجرٍ أو من ظالم بل من كافرٍ فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعٍ من البلاء وهذا أمرٌ معلومٌ عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مُقِرُّونَ به لأنهم جربوه ومن أسباب السعادة إذن تفريج القُربات ففي صحيحيني ومن فرج عن مسلمٍ قُربةً فرج الله عنه قُربةً من قُربات يوم القيامة فمن فرج قُربةً فقد أحسن للمكروب وأسعده والله يُجازي عباده بمثل ما عملوا وأكثر وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ السَّعَادَةَ فِي الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةَ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي كَمَا يُحِبُّ رَبُّونا وَيَرْضَ إِرْنَا فُوسِنَا الْسِلَامَي إِرْهُنْكُنُ خُتُوبَ أَغَسَلَنْيِرْسَيْنُو مَاًنَا سَبَا بَيْكَنْ يَنْغَتَا أَدَمَيزِ أَبُون مَكَانُو أَنْدُنِّيَقَ سِمْبَا اللَّهَارَ زَمَا أَغَوَاجِبِرْغَا إِرْمَا حَمْبُوِرِ إِرْكَوَ سُبْحَانُ وَتَعَالَ إِرْمَبَيْكَ آدَمَيزُ فُوكُل مُرَادُ بِيْرُو كَنْهَ دَنْنِجَ حَيَا كَنْ إِرْا فُوكُلْ غُوَغَنَاتَ کَمْبُرْ فُوكُلْ غُوَغِنْ أَغَوْغِنْ أَلُومَ رَوْضَ أَغَوْغِنْ أَلُومَ رَوْضَ أَجَجِيَنْوَرَ أَغَوْنَوْغَتِي أَغَوْنَوْمَ كَانُ أَغَوْنَوْمَةً ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر